موسيقى اليونسيف تقول أن سبعة أطفال كل ساعة يسقطون ضحايا الحرب في السودان ومقتل 190 طفل حتى الآن بعد تهديد طباخ بوتن نائب وزير الدفاع الأوكراني يقول أن فاغنر تدفع بتعزيزات إلى باخموت موسيقى مسؤول قضائي تونسي يكشف للحدث أن نحو 200 دثة لمهاجرين غير شرعيين دفنت في إبريل الماضي في سفاكس أهلا بكم إلى هذه الساعة الإخبارية من الحدث نبدأ من الشأن السوداني وتحديدا قد حذرت منظمة اليونسيف التابعة للأمم المتحدة من أن المعارك الدائرة في السودان منذ ثلاثة أسابيع تحصد أرواح أطفال بأعداد كبيرة ومخيفة واستندت المنظمة إلى تقارير تفيد بسقوط سبعة أطفال كل ساعة بين قتيل وجريح موضحة أن الوضع في معظم المناطق السودانية أصبح قاتلا وخطيرا جدا بشكل مخيف لعدد كبير من الأطفال وأفادت المنظمة الأممية بمقتل 190 طفلا وعصابة 1700 آخرين بجروح خلال أول 11 يوم فقط من القتال بين طرفي الصراع تقرير المنظمة أوضح أن هذا يعني بأن هذه الأرقام لا تغطي سوى الأطفال الذين وصلوا إلى مرافق الرعاية الصحية في تلك المناطق محذرا من أن الواقع قد يكون أسوأ بكثير وقالت المنظمة إن أكثر من مليون جرعة لقاح لشلل الأطفال فقدت في السودان جراء الحرب قبل ذلك نصحت وكالة الأمم المتحدة للاجئين الحكومات بعدم إعادة أي أحد إلى السودان بسبب الصراع وأوضحت أن آخر الإحصاءات الواردة من وزارة الخارجية المصرية تظهر تدفق أكثر من 56 ألف شخص إلى البلاد فرارا من الصراع حتى يوم أمس الرابع من مايو الحال وذكر مكتب مفوضية اللاجئين في مصر أن من بين هؤلاء الأشخاص الذين دخلوا البلاد من معبري أرغين وقسطل ما لا يقل عن 52 ألف وخمسمائة سوداني ترجمة نانسي قنقر الحرب يشتغلت بالخرطوم وكذا طلعنا من الخرطوم والتجهين للغاهرة الشينا الغاهرة فلو من جينا هنا ودي حلفة يعني نزلنا هنا ناس بتحطينا في يوتوب وضيفونا ما قصروا معنا الحمد لله رب العالمين أتعلينا الحرب والضرب والغزائف تركنا الأملاك وتركنا البيوت وتركنا الحمد لله رب العالمين صندوق وأتينا إلى وادي خلفة حمد لله رب استقبلوا الاستقبال حار جدا جدا من شباب لأطفال لنسوان كبار الحمد لله رب فتحوا بيوتهم من مأوى لمأكل لمشرب الحمد لله رب العالمين وزاهبنا إلى أصوان إن شاء الله بإذ� الله ورب للأمان السودان وتبقى أمان في سلام ونرجع سالمين آمين لبلدنا الحرب والجميلة ترجمة نانسي قنقر مع تفقم الأزمة الإنسانية في السودان ظهر سوق جديد استغلته بعض الشركات الأمنية لتحقيق أرباح خيالية مقابل وعود لبعض سكان الخرطوم بمساعدتهم على الفرار تفاصيل أكثر مع زميلتي هنا في الستوديو نور الحسني نور إليك التفاصيل الأكبر شكرا محمد منذ بداية الصراع في السودان لم تتوقف محاولات هروب الناس من العاصمة فتح الباب أمام بعض الشركات لاستغلال الأوضاع وعدة بمساعدة من يرغب بالفرار بإيصالهم إلى بر الأمن صحيفة لوفي جاغوة الفرنسية قالت إن شركات أمنية تستغل أعمال إجلاء الرعاية الأجانب من السودان وصفة هذه الشركات بعديمة الضمير مشيرة أن الشركات الأمنية تستغل السكان العالقين في العاصمة لفرض أسعار باهظة مقابل إنقاذ أرواحهم وقالت لوفي جاغو إن بعض الشركات تتقاضى مبلغ 30 ألف دولار للفرد مقابل نقله من الخرطوم إلى بورت سودان يضاف إليها مبلغ 8 ألاف دولار للانتقال لاحقا عبر قارب لوفي جاغو أشارت إلى وجود أكثر من 14 شركة تتاجر بعمليات الإجلاء من خلال الإدعاء بوجود فرق تابعة لها في الموقع منها شركات أمن أجنبية كانت محظورة من قبل ما دفعها إلى التعاون مع مشغلين محليين ومع تعثر الصراع قالت الصحيفة إن اتجاه هذه الشركات بدأ الآن بالتحول نحو دعم الراغبين في العودة إلى السودان من صحفيين أو ديبلوماسيين أو عاملين في المجال الإنساني بينما أعلنت عدة وكالات تابعة للأمم المتحدة استئناف عملياتها في السودان للأسف محمود واقع أليم وأزمة جديدة تضاف إلى أزمات الشعب السوداني شكرك نور كل ما قلتي مهم جدا سنترحه في تساؤلاتنا مع ضيفنا عمل حسابك أخوانك قدامك أخي داي عمل حسابك أمروك والله أحسن والله عمل حسابك أخذ السادر أبروك أبروك والله أحسن أفداي أيها سبات بس الليلة سبات بس سبات أثبت يا ظل ما كنت محاول بها تازل تهد يمين شمال يمين شمال ما كنت تهد يمين شمال يمين شمال يا فداد قدام يا ظل يا ظل من لندن سيد أحمد سعدون الخبير القانوني في شؤون الهجرة ولجوء سيد أحمد أهلا بك كيف يمكن توصيف هذه الحالة التي نحن بصددها في السودان الحالات السابقة هجرة غير شرعية من دول شرق أوسطية إلى أوروبا دائما عبر البحر أما ما نحن فيه الآن هو محاولة نزوح من السودان إلى دول الجوار مقابل أموال خارج الإطار القانوني للدولة نفسها وللدول المجاورة نفسها كل الشكر والامتنان زمين شمال وشكر موصول لكادر قناة العربية الحدد على التغطية الإنسانية حقيقة المميزة لظرف استثنائي مر به بلدنا العزيز السودان وشعب السوداني ليمر في ظرف استثنائي للأسف القيادات التي تحكم السودان هم فاقدي للإنسانية اتجاه ما يحصل ولم يتقضي العبرة من السابقة عمر المشير وكذلك ما يحصل من أزمات إنسانية المفروض أن الإنسان يعقض من عندها العبرة والدرس للأسف ما يحصل الآن هو يسمى باللا دولة يعني هناك سوف تكون سوق رائجة لشبكات التهريب لشبكات المافيا التي تقوم بخداع الناس الناس مفطرين هم مثل الغرقان الذي يتمسك بالقشة في البحر ما يحصل هو خارج السيطرة للأسف كذلك حتى في تقريركم أنه العبء الكبير هو على مصر تحديدا وأنا عندي ثقة كبيرة بالقيادة المصرية بالشعب المصري بالقيام بواجبهم الأخلاقي والإنساني اتجاه ما يحصل من ظرف صعب وهذه لا بد أنه اجتيازها بالأيام القادمة أستاذ أحمد كيف يمكن مسألة هذه العصابات يعني بمعنى هل هناك بند قانون دولي مثلا يمكن مسألة هذه العصابات لأنك لو سألتهم يقولون والله نحن نساعد الناس في الخروج من الدولة السودانية وليس هناك ما يمنع ذلك لكن ليست هناك شركات سياحية مرخصة شيء الآخر أن الدول التي يتم النزوح إليها أيضا ما يتم خارج القانون بالنسبة لها فهل هناك بند في القانون الدولي مثلا أو في القوانين الخاصة يحاسب عليه هؤلاء فضل من دون شك هناك قانون متعارف عليه دوليا الآن حضرتك لخافة عنك الرئيس الأمريكي جو بايدن تدخل الأمريكي خجول تدخل بريطاني خجول أصدر قرارات بمعاقبة الدول التي تحاول تأجيج الصراع الذي يحصل لابد أن يكون هناك تدخل دولي أوروبي بريطاني أمريكي استخباراتي لمعرفة عمل تلك المافيا والشركات الأمنية التي تعمل بطريقة غير إنسانية وغير أخلاقية لجر الناس البسطة وسحب أموالهم بطريقة وخداعهم الأدقة التعبير بأنه سوف يصلون إلى بورد السودان اللي يحصل أنه هذا هو الاستغلال اللا إنساني لهذا من الظرف الصعب لا بد أن يكون هناك تدخل من دول في وضع مستقر دول الاتحاد الأوروبي لأن العمليات العسكرية من خلال متابعتي هي مستمرة عدم وجود حلول سريعة وحلول إيه أبرز الحلول سيد أحمد يعني فيه منظمة للهجرة منظمة دولية للهجرة تتبع الأمم المتحدة لها دور دائما في الدول التي تتعرض لأزمات ويكون هناك حالة نزوح والحالة السودانية ربما تتشابه مع الحالة الأوكرانية لو تتذكر يعني كان هناك نزوح أوكراني إلى دول الجوار الأوروبي لكن كان هناك اهتمام عالمي وكبير جدا من المنظمات اليوم نحن أمام حالة نزوح سوداني من السودان إلى دول الجوار ليس هناك أي اهتمام ولا أحد حتى يقول أي شيء وبالتالي ما الذي يمكن أن يحدث في هذه المسألة صحيح يعني دائما المسألة غير عادلة في قوانين منظمة دولية لكن ماذا يمكن أن يحدث في هذه الحالة نسائل من؟ للأمانة للأمانة يعني سؤال في غاية الأهمية زميل محمود التدخل الأممي تدخل خجول لا بد أن يكون هناك تدخل عاجل على الأرض وعلى الحدود بين الشاد وبين مصر لأن الشاد دولة أصلا أفريقية ووضع اقتصادي صعب وبالمناسبة عندما تحدث هكذا كوالت وهكذا حالات طارئة هذه الدول غير مستعدة لاستقبال مئات الآلاف من اللاجئين في ظروف صعبة فلا بد أن يكون هناك لأنه غير خافي عن حضرتك أمريكا دولة تحدي أوروبا بريطانيا أجلت رعاياها وتركت المعركة والمحرقة مستمرة هذه مسؤولية أخلاقية تتحمل مسؤوليتها حتى بشخص رئيس لا بد أن يكون هناك تدخل عاجل ووجود على الأرض وقوات عاجلة دولية أن تتدخل لأنه الآن من يقود المعارك هو هذا القتال الداخلي الحقيقي ومن يدفع الثمن هم ناس أبرياء هل ممكن تخصيص منطقة نزوح داخلي يعني اختيار منطقة أمينة في السودان ثم إقامة مجمعات وخيام وشيء من هذا القبيل في داخل الدولة نفسها والإشراف عليها وتوفير كل الحاجيات الخاصة بها طبيا وإنسانيا وأيضا طعام وشراب وغير ومأوى من المنظمات الدولية حتى يتم وقف هذه الحالة وهي النزوح إلى دول الجوار نعم أتفق مع حضرتك دول الاتحاد الأوروبي وبريطانيا تحديدا بإمكانها قيام بهذا الأمر بقيام بمنطقة معزولة وأرسال طائرات عسكرية كبيرة التي تقوم بنقل تلك المعدات ونقل جاهزية وهناك متطوعين حقيقة يحملون النفس الإنساني اتجاه تلك المأساة وهناك حتى أشخاص من دول أوروبية يقومون بالتطوع مثل ما حصل لأوكرانيا لأنه بالنهاية العتب كبير على دول الاتحاد الأوروبي هناك نوع من العنصرية سوف ما يحصل الآن أشكرك أشكرك سيد أحمد سعدون خبير قانوني في شؤون الهجرة واللجوء شكرا جزيلا سيد أحمد امتدت تأثيرات الحرب الدائرة في السودان على المغتربين السودانيين في الرياض التي يتمع بها أكثرهم يواسي السودانيون بعضهم البعض في الجلوس معا في المقاهي والجمعيات ويحاولون المساهمة في تخفيف المعاناة عن الشعب السوداني بأية وسيلة كانت لم يألفوا حوارات تدور حول قصف وقذائف تضرب عاصمة بلادهم بخور القهوة الذي يشاركهم الحديث يذكرهم بدخان المتصاعد من أبنية الخرطوم هكذا قلبت أحوال الجالية السودانية في الرياض من حديث عن هموم الغربة إلى قلق على الوطن الأوضاع سيء بالنسبة لنا لأن الناس مقتربين وبعيدين من أهنة فالواحد حزين لكن يسأل الله أنه ربنا يسهل الأمور ويرفع البلاء عن العباد والبلاد إن شاء الله حتى لا يمكننا أن نعيد على عيالنا فهمتها أن الواحد لا يمكن أن يصل لعياله عن طريق تليفون أو عن طريق أي برامج من برامج التواصل الاجتماعي في الأماكن العامة والأماكن الخاصة يشترك السودانيون في هذه الأيام بالحديث عن الحرب ولا غير الحرب حديث لم يعتادوا عليه طوال العقود الماضية لكنهم أقلقون مما يحدث في الداخل لسيما وأن أهاليهم وأصدقائهم لزالوا في مدن تضربها النيران مواساة قد تنطق بها أبيات شعرية وتعبر عنها نظرات الحضور هنا مشهد القرية حاضر في صلب الأحاديث أخرون يتسمرون أمام الشاشات بحثا عن نهاية لهذا الكابوس اعتادوا على التكافل الاجتماعي في جمعياتهم وتقديم الدعم للمغتربين الجدد لكنهم شرعوا هذه المرة في محاولة تقديم الدعم المادي لقريتهم في شمال السودان لمساعدة أهاليهم الذين نزحوا من الخرطوم هربا من الحرب الآن في الخرطوم كل التجارة متوقفة يعني في أي لحظة إذا استمر الكلاج ده لمدة شهر ستحصل مجاعدة في الخرطوم الناس بزاعة المغتربين الرجودين هنا اتكاتفوا مع أهلهم الهناك وقدروا يعملوا نوع من النفير لساس أنه يساعدوا الأسرة العالقة الما قادرة ما عندهم كانت توصل لأهلها في الشمال الناس يتعاون كل جمعية في حدود أهلها علق الكثير من المغتربين السودانيين المقيمين في السعودية في بداية الحرب بالخرطوم بعضهم استطاع العودة من خلال سفن الإجلاء السعودية فيما يخطط الكثير ممن التقيناهم هنا لجلب عائلاتهم إلى السعودية في حال استمرار الحرب عبد المحسن الحربي الحدث الرياض بعد الفاصل إلى عنوان جديد وفيه لفروف يقول أن روسيا منفتحة على آفاق التسوية السلمية في أوكرانيا إلا أن لصبرها حدود ترجمة نانسي قنقر كيف يمكن أن يتحرك مجلس التعاون الخارجي لمواجهة هذه التهديدات الإرهابية الحوثية السلام سيتحدد في اليمن بالضغط على إيران العملية العسكرية مستمرة لملاحقات فنول الميليشيات القطيع من الذي تريد ميليشي الحوثي أن تحقيقه من وراء هذا التصعيد؟ أنا أعتقد الآن في المكان الذي تم استهدافه مساء البارحة ما أبرز ماتاً حتى الآن ميليشيات الحوثية أساساً لا تؤمن إلا بالحرب هذا المكان لم تصله أقدام الميليشي الحوثية وبقي صابتاً رغم الطرابات المكثفة هذا التصعيد الحوثي الأخير إلى أي حدوة مرتبط بالخسائر التي تتلقى هذه الميليشيات الحوثية على الأرض في الداخل اليمني ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر لفروف أن واشنطن لا تتوقف عن إمداد نظام كييف بالأسلحة والمعدات العسكرية لفروف وصف الهجوم بمسايرات على الكريملين بالعمل المعادي وأكد أن موسكو سوف ترد بأعمال ملموسة على الهجوم وقال إن الهجوم على الكريملين بالمسايرات مستحيل من دون علم مسبق من واشنطن من موسكو ينضم إلينا السفير الروسي السابق لدى لبنان إليكساندر زازبكين سيد إليكساندر أهلا بيك سعد السفير طيب فكرة الانفتاح على آفاق التسوية السلمية مع أوكرانيا كما يقول لفروف طيب ما هي ضوابطها يعني لو أردنا دبلوماسيا أن وضع ضوابط وشروط وطلبات للروس لأن يكون هناك جلوس على الطاولة ماذا يمكن أن يقبل يقبلوا وبماذا يمكن أن يرفضوا أرزون أن هذا تصريح الأخير لوزير لفروف كان مهم جدا وهو أوضح موقف روسية الذي من حيث المبدأ كان نفسه منذ الأول لأنه كنا نعتبر الميجري كجزء من المواجهة ما بين روسيا والغرب فاليوم لفروف أكد أن التسوية السلمية سوف يتم وصول إليها ليس عبر الحوار ما بين روسيا وأوكرانيا بل عبر الحوار ما بين روسيا والغرب وهذا بطبيعة حال فرق مبدعي ما بين مقاربة روسية ومقاربة غربية لأن الغرب يصر على أن هناك نزاع ما بين روسيا وأوكرانيا ويجب يكون إجابة الحل من خلال الحوار بين الطرفين والجدير بالذكر أن الغرب يصر بهذه المناسبة إلى أقويل رئيس زيلنسكي وشروطه بل روسيا تصر مقابل ذلك مثلا إلى مبادرة الصينية وهي لا تتحدث كثيرا عن أوكرانيا بل تتحدث عن الأشياء الجيوسياسية وهذا الحديث اليوم أكده دوروف طيب لكن الشرط الذي يمكن أن يكون موضوع على الطاولة أمام الروس وهو فكرة انسحبوا من كل المناطق التي دخلتوها في أوكرانيا وهذا شرط أساسي يطرحوا الأوكران والأوروبيون والأمريكيون شرط مقبول لدى الروس أو مرفوض هذا طبعا سابق لأواني أن أتحدث حول هذه التفاصيل ولو مهمة ولكن أنا لا أعتقد ذلك لأنه بكل بساطة مثلا أربع مناطق تم استداء عليها دونباس وزابروشي وخيرسون أصبحت مسجلة في الدستور الروسي كالأراضي الروسية فلذلك أنا لا أتوقع أن روسيا توافق على الانسخاب منها والأشير بهذه المناسبة إلى تصريخات رئيس بوتين الذي قال أنه نحن مستعدين للتفاوت ولكن كل ما يمر الوقت يكون الشرط تتغير وتكون أصعب للغرب أصعب للغرب فبالتالي أنه الحديث اليوم أفضل من للغرب أفضل من حديث غدا والأورو في اليوم أشار إلى أنه في كل الأحوال غرب يكون مضطرا للجلوس وراء الطاولة والمفاوضات مع روسيا في كل الأحوال وأجل ما وأجل طيب البعض يقول اليوم مرحلة استحالة يعني بعد محاولة اغتيال بوتين التي وجه الاتهام فيها إلى الأوكرانيين ومن خلفهم الأمريكيين أصبح أمر طرح مبادرات سلام أو حوار أصبح مستحيلا هل توافق على هذا الطرح؟ صحيح أن نتيجة هذا العمل الإرهابي فارتفعت أصوات في روسيا أن الوضع تغير نوعيا أنا لا أرى ذلك أعتقد أن هذه المحاولة إرهابية كانت أكثر شيء رمزية واستعراضية وخدث من هذا النوع ممكن أن يؤدي إلى التغيير ولكن أظن أن النهج الاستراتيجي الروسي سيبقى كما هو لأن روسيا تريد أن تنتصر في الميدان ويكون إجباري للغرب أن يتحدث مع روسيا عزه ونعج وليس بدون هذه المفاجآت يعني المحاولات الفردية عهداس فردية هناك من يقول سعد سفير أن ما حدث في السابق شيء وما سيحدث الأيام القادمة شيء أكبر يعني التصعيد أكبر الحرب تنفتح على كل السيناريوهات الانتقام سيكون أكثر ليست هناك أهداف ممنوعة ومحظورة بالنسبة للروس كل أوكرانيا هدف للروس وبالتالي هذا كلام مخيف هل تقى؟ يعني هل تقى؟ اتفاض نعم أنا لا أعتقد أنه لكون السابق يتم تغيير ليس فقط بالاستراتيجية بل بالتكتيك الروسي والجواب اللي نحن نتحدث عنه مثلا على هذا الخدث الإرهابي ليس مواملة بالمثل أن البعض يتحدثون حول اغتيال الناس من القيادة الأوكرانية أو هناك افتراضات لقصف المناطق في الأوكرانية أنا لا أظن هذا لأن النهج المصبوط الروسي هذا استهداف المنشآت العسكرية والبنية التحتية وهذا سوف يستمر شيء ملموس اللي نحن ننتظر هذا التصعيد نتيجة للهجوم الأوكراني اللي نحن طبعا نعتقد أنه هذا شيء جدي لأنه سلاح موجود والقوات المصالحة الأوكرانية قوية فبالتالي أنه محاولة الهجوم الواسع النطاق هذا سيهدث أو فيها البعض التقديرات أنه بدأ فبالتالي أظن أنه هذا الشيء الأساسي الذي سوف يحيد مستقبل المعركة ومستقبل النزاع طيب الهجوم الداخلي الشارع الروسي والنخب الروسية فيه هجوم على القيادة الروسية وعلى وزير الدفاع التحديد أنه غير قادر على الحسم أو أن الأداء لا يليق بما يملكه الروس من أسلحة ومعدات وأشياء من هذا القبيل هل ترى هذا الانتقاد في مكانه وفي محله؟ يا سيدي هناك فيه خبر أنه الفاغنر سينصحب وفيه نقص بزخائر هذا الخبر أنا غير قادر على التعليق لأنه هذا فعلا أنه شعبية فاغنر عالية في مؤسس فاغنر بنفسي هو الذي ينتقد الوزير الدفاع وينتقد رئيس الأركان والشارع أيضا ينتقد وزير الدفاع ورئيس الأركان نعم يا سيدي أنا أكرر أنني أنا لا أستطيع أن أعلق عليها يجب أن ننتظر الأخبار من المصادر الرسمية مسؤولة لا نضيف لا يوجد الكيمة الإضافية بحديث المراقبين بالموضوع الشيء الثاني أنه أنا لا أتوقع أبدا أي يعني ردود فعل من شارع من الجماهير أو شيء من هذا لا أبدا أنا ما فيش الأولاقة ما بين مثلا تصريح لرئيس لقائد وغنر والمزاج في الشارع أنا ألاحظ فقط أن هناك النشاط غير عادي هذا دائما نشاط مكسف ولكن الآن تنشيط لهذا النشاط للوسائل الإعلامة الغربية كأنه أوكرانيا على وشك الانتصار كأنه هناك الأوضاع الداخلية الروسية السيئة هذا مش صحيخ أبدا مش مزبوط ولكن موضوع الواغنر موجود ونحن في انتظار التوضيح من المصادر الرسمية شكرك سعد سفير الروسي السابق لدى لبنان إليكزندر زاسبكين شكرا جزيلا سعد سفير فيما تعلق بالهجوم الأوكراني المضاد والذي يتم التحضير له أفادت وكالة Associated Press أن جنودا أوكرانيين يواصلون تدريبات مكثفة في الغابات تحضيرا للعملية التي تعاول عليها كيف لتغيير مصار الحرب مع روسيا وأفادت الوكالة أن الجنود تدربون على تكتيكات الهجوم الجديد لفرق الحرس الوطني والتي تضم متطوعين كانوا تدربوا لبضعة أشهر على أسلحة قديمة هذا ولا تزال الخطوط الأمامية الأوكرانية للمعارك شبه ثابتة منذ أشهر فيما تسيطر القوات الروسية على خمس مساحة أوكرانيا ورغم تعزيز الولايات المتحدة وحلفاؤها ترسنت أوكرانيا بأسلحة حديثة أفادت Associated Press أنه لا يزال هناك حاجة لمزيد من الذخائر والقوة البشرية وقال وزير الدفاع الأوكراني أن الجنود الأوكرانيين يستخدمون في تدرباتهم المسيرات للكشف عن الإحداثيات بدقة وتمريرها إلى وحدة المدفعية ثم الهجوم اشتركوا في القناة يا الهجوم اشتركوا في القناة 존 متعيقية الحماً حكث اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة وفيما تستعد القوات الاوكرانية للهجوم المضاد هدد مؤسس فاجنر بالانسحاب من باخموت بسبب تأخر الامدادات الروسية وهاجم مؤسس فاجنر وزير الدفاع الروسي سيرجيش ويجو ورئيس اركانها واتهموهما بالوقوف وراء النقص الكبير في امدادات السلاح للمجموعة والذي يصل الى 70% حسب وصفه ونشرت الدائرة الصحفية للمجموعة مقطع فيديو يظهر فيه زعيم فاجنر مستاء من الوضع بشكل كبير ويتحدث وخلفه مجموعة من جثث مقاتلية لكن نائب وزير الدفاع الاوكراني قال ان روسيا تدخل مقاتل فاجنر من اي مكان تدخلهم الى جبهة باخموت سعيا الى الاستلاء على المدينة بحلول التاسع من مايو ابعث برسالة رسمية الى كل من وزير الدفاع ورئيس الاركان العامة والشعب الروسي بنقل المواقع في باخموت الى وحدات وزارة الدفاع الروسية وعليه ونيابة عن مقاتلي مجموعتنا فانه بالتاريخ العشر من مايو مقاتلون سيذهبون الى المعسكرات الخلفية على بعد كيلومترات لتضميد جراحهم وسيتركون مواقعهم للقوات المسلحة الروسية بعد الفاصل الى عنوان جديد وفيه مباحثات سرية بين السلطة الفلسطينية واسرائيل برعاية امريكية لاستخراج الغاز من غزة مرين كان يوما طبيعيا او يبدو كذلك لا شيء يختلف انتظار انشغال وسكون كانت لحظة تسبق الخبر بقليل ثم يبدأ حدث يؤثر على حياة أس تفاصيل تختلف قصص تتشابه ويبقى الانسان محور الحدث نزلنا من الغصف ونزلنا من الطيران والحجينة هنا فزع على الارض رعب من السماء طفولة يسرقها الجوع أمان قتلته زخات رصاص نساء ورجال عجائز وأطفال فرون من الجحيم باحثونا عن المجهور كشف الناطق الرسمي باسم الحكومة المحكمة الابتدائية في اسفاقس فوزي المصمودي للحدث أن السلطات التونسية دفنت نحو 200 جثة لفظها البحر تعود لمهاجرين غير نظاميين في إفريقيا وأكد المصمودي أن هذا العدد من الجثث جرى دفنها خلال إبريل الماضي في مقابر مختلفة في محافظة اسفاقس مشيرا في المقابل إلى وجود نحو 160 جثة أخرى بالمشفى المركزي ما زالت تنتظر الدفن وحضرت سلطات الصحية في اسفاقس من عزمة صحية وشيكة إثر تكدس عشرات الجثث لضحايا الهجرة غير الشرعية بغرفة الموتى بالمستشفى المركزي كشفت القناة الثلثة عشرة الإسرائيلية عن محادثات سرية تجريها الحكومة الإسرائيلية مع السلطة الفلسطينية لبحث إمكانية استخراج الغاز من حقل غزة مارين في محاولة لإنعاش السلطة الفلسطينية اقتصاديا وعقالت القناة في تقرير صحفي نشرته القناة مساء الخميس أن حكومة بن يمين نتنياهو تجري محادثات سرية مع السلطة الفلسطينية لاستخراج الغاز من الحقل في شواطئ قطاع غزة المعروف باسم غزة مارين بموافقة نتنياهو ووزير الدفاع إذن نحن أمام مصطلح جديد انطلاقا من الاتفاقات الإسرائيلية اللبنانية حول حقول الغاز اللبنانية وهو ربما اتفاقات السلام المتعلقة بالغاز ما بين الدول من تحت الطاولة تطبيع كما يقولون وسائل ألام إسرائيلية كشفت عن مناقشات يجريها مسؤولون إسرائيليون وفلسطينيون لاستخراج الغاز الطبيعي من حقل غزة مارين الحقل يقع على بعد 32 ميل قبلة سواح القطاع غزة ويقدر احتياط الحقل بأكثر من تريليون قدم مكعب من الغاز الطبيعي وبطاقة انتاجية سنوية مقدرة بمليار ونصف المليار متر مكعب ولمدة عشرين عام تقرير القناة الثالثة عشرة الإسرائيلية ذكر أن المناقشات بين السلطة الفلسطينية وبين إسرائيل تأتي كجزء من العملية السياسية والأمنية التي بدأت مؤخرا بين الطرفين بوساطة أمريكية وأن مسألة تطوير حق الغزة مارين وإعداده لاستخراج الغاز كانت في صلب المحلثات التي أجريت في اتماعي العقبة وشرم الشيخ الذين جمع مسؤولين أو مسؤولين أمنيين وسياسيين من الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي وبرعاية أمريكا تقرير قال إن إسرائيل ترى أن هذه الخطوة قد تفيد الفلسطينيين اقتصادياً ما قد يساهم في خفض التوترات الأمنية على المدى البعيد رغم المخاوف من تحديات أمنية من جانب حماس التي لن تقف مكتوفة الأيدي حسب القناة الإسرائيلية القناة كشفت تعقيدات انطرحها الجانب الإسرائيلي بزعم أنه يحق للدولة فقط إدارة حقول الغاز من الناحية القانونية كما جرى في الاتفاق بين إسرائيل وبين لبنان في اكتوبر الماضي نفى مصدر فلسطيني مطلع وجود أي اتفاق مصري فلسطيني إسرائيلي لاستخراج الغاز من حق لغزة مارين مشيراً إلى أن المشاورات تجري بين السلطة الفلسطينية ومصر فقط دون ذكر الجانب الإسرائيلي ولا تحكم الفلسطينية حينها تشكيل لجنة وزارية للمتابعة مع صندوق الاستثمار الفلسطيني لإتمام الاتفاق مع مصر لتمويل وتشغيل حق الغاز الفلسطيني قبالة غزة ونقش هذا الموضوع من القدس مع المحلل السياسي إيلي نسان أهلاً بيك مساء الخير إيلي كيف الحال؟ إيلي هل إسرائيل حاضرة في هذا الاتفاق أم أنه اتفاق فلسطيني مصري فقط دون أن يكون هناك حضور الإسرائيليين حسب معلوماتك يعني سيدي هذه القضية بدأت منذ عام 2000 عندما تم اكتشاف حقل الغاز في قبلة قطاع غزة وهذه المحادثات استمرت حتى 2007 بعد حتى استيلاء حركة حماس على الأمور في قطاع غزة جون كيري وتوني بلير حولا في عام 2013 بدء المحادثات ولكن هذه المحادثات لم تفضي إلى أي شيء صحيح أنه كانت بحكومة سابقة بعهد لبيد وبيند محادثات بين إسرائيل ومصر بهذا الموضوع ولكن هذه المحادثات لم تفضي إلى أي شيء وهناك فرق بين ما حدث في لبنان مع حكومة لبنان حول ترسيم الحدود بين إسرائيل وربنان وبين ما يحدث في ميرين وقطاع غزة ولكن هناك ثلاث مشاكل تعطرت سبيل أي اتفاق يمكن التوقيع عليه في المستقبل أولا السياسي من الناحية السياسية لا يمكن لسلطة الفلسطينية أو لقطاع غزة أو لقطاع غزة أن توقع على أي اتفاق بهذا الموضوع لاستخراج الغاز لأنه حسب المدلول الدولي فقط لدولة قائمة يمكن أن تقوم باستخراج الغاز ويمكن بهذا الحال مصر ترعى هذه القضية وهذا القضية يمكن حلها ولكن هناك قضايا استراتيجية أخرى وهي في حال تم استخراج هذا الغاز طبعا إذا لم تكن إسرائيل طرف بهذا المحددات كما تقول السلطة الفلسطينية لا يمكن التوصل إلى أي اتفاق بهذا الموضوع ولذلك هناك قضايا استراتيجية في حال استخراج غاز هذا الأمر يمكن أن يعزز مكانة حركة حماس التي تعطبا حركة إرهابية لكن هنا سؤال قبل أن إسرائيل تستطيع ما دخل إسرائيل يعني هذه قضية بين مصر كحدود متجاورة مع غزة يعني أنتم كنتم تتحدثوا مع لبنان لأنه كانت هناك حدود مشتركة لكن ما المصر وما الغزة يعني ما الإسرائيل وما المصر وغزة يعني هذا شأن فلسطيني فلسطيني مع دول الجوار اللي هي مصر الأقرب ما دخل إسرائيل في غزة كل ما يحدد في استخراج الغاز والغاز هو بمشاركة مصرية السؤال هو أيضا حتى كان هل استخراج الغاز سيكون ضمن الأنابيب الإسرائيلية أو الأنابيب المصرية ولذلك إسرائيل ومصر وقطاع غزة أو سلطة الفلسطينية هم شركاء بكل ما يحدد لأنه لا يمكن من النحية الاستراتيجية تطوير أي موضوع يتعلق بقطاع غزة الأمر الذي سيكون له إنأيكاسات على مجريات الأمور الأمنية في المنطقة والإسرائيل ضالعة بكل ما يحدد في منطقة قطاع غزة من النحية الأمنية استخراج الغاز وحتى هذا الأمر يدور ملايين الدولارات على حركة حماس هذا الأمر له إنأيكاسات سلبية على الأمور لأن حركة حماس ممكن أن تستغل هذه الأمور ليس لمصلحة الشعب في قطاع غزة وليس بشكل خاص لمصلحة الشعب في قطاع غزة وإنما لإمتلاك قدرة وتسليح حركة حماس بهدف أن يحلق الوقت للمواجهة مع إسرائيل ولذلك إسرائيل هي طرف هام بكل ما يحدد في منطقها بين إسرائيل ومصر وقطاع غزة إيلي هناك سؤال نحن نتحدث عن خبر نقلته الإزاعة الثالثة عشرة أو القناة الثالثة عشرة الإسرائيلية وبالتالي من قال أن ما نقلته القناة الثالثة عشرة الإسرائيلية صحيح بأن هناك حوارات لأنه ليست هناك مصادر أخرى صحيح هذا الأمر له إنأيكاسات كما أنا قلت منذ عام 2000 وكانت هناك محادثات مدء وجزر بهذا الموضوع وكما تفضلتم أن هذا الأمر قد طرح في معتمرات العقبة والشرم الشيخ والرغم أن مكتب رئيس الوزراء لم يعقب على ما جاء في خبر القناة الثالثة عشر ولكن هناك محاولات بهذا الموضوع الآن موجود في مجلس القومي برئاسة سحية النكبي وهناك مشاورات بهذا الموضوع في المجلس القومي وربما إذا هذه المحادثات نجحت ربما سيتم نقل هذه المحادثات وهذا الموضوع إلى الكابينات الإسرائيلي لمناقشة الموضوع طبعا أنا قلت أن هناك ثلاث قضايا قضايا استراتيجية قضايا سياسية وقضايا محلية حتى إذا تم استخراج الغاز كيف يتم توزيع الواردات تقسيم الواردات بين سلطة الفلسطينية وبين حركة حماس حتى إذا مصر ستكون الرعية بهذا الموضوع هل السلطة الفلسطينية بصفتها أكبر من قطاع غزة تقبل على تقسيم الواردات مع قطاع غزة وهل حركة حماس تقبل بما تقوم بالسلطة الفلسطينية ولذلك هناك مشاكل جمع حتى أن يتم استخراج الغاز الحقوق من حق المرين شكرك إيلي لسان من وحلل السياسي من القدس إيلي شكرا جزيلا لك أعلم قال وزير خارجية الأردن أيمن الصفدي لشبكة CNN الأمريكية إن الجامعة العربية ستبحث قريبا جدا عودة سوريا إليها واصفا هذه العودة بالأمر المهم صفدي قال إن هناك ما يكفي من الأصوات في الجامعة العربية لوقف تجميد عضوية سوريا وعودتها إلى الجامعة إلا أنه أكد في الوقت ذاته أن هناك بعض الدول التي تفضل على الأرجح عودة سوريا للجامعة العربية في مرحل مقبلة صفدي أشار إلى أن الحديث يدور الآن عن عملية سياسية بقيادة عربية لإيجاد حل للأزمة السورية تمهد للوصول إلى حل يتوافق مع القرار 2254 مؤكدا أن الولايات المتحدة تدعم ذلك وقال الصفدي إن جميع أعضاء الجامعة العربية يتفقون على مسألة إنهاء الأزمة في سوريا لكن الاختلاف هو حول طريقة الحل كما شدد الصفدي على ضرورة التأكد من مساندة المجتمع الدولي بأكمله لعملية الوصول إلى حل للأزمة السورية في ظل العقوبات المفروضة عليها ومع تصاعد التضخم وتهاوي قيمة العملة والنقص الحاد في الوقود تتفاقم الأزمة الاقتصادية في سوريا يوما بعد يوم لتشمل معظم المناطق ما أدى إلى خفض القدرة الشرائية وارتفاع أسعار المواد الغذائية وغيرها بشكل غير مسبوق في ظل الأزمة الاقتصادية بسوريا مزيد من الأعباء تضاف على كهل السوريين وتحديداً الموظفين والعملين في القطاعات الحرة كل ما عم يصير في غلاء عم يقل العدد المبيعات يعني أنت مثلاً أول كانت مثلاً قطع 10 ألاف ليرة مثلاً سعرها كنت تبيع مثلاً 50-60 أطعب اليوم بدون الموسم طبعاً هلأ كل ما عم تغلاء عم تخف مبيعاتها يعني طبعاً ارتفاع الأسعار غير المسبوق طال معظم المنتجات الغذائية والاستهلاكية الرئيسة فيما قطاعات أخرى تواجه تحديات تهدد استمرارها كل مرة أنا بيجي على السوق بلاقي سعر زايد هو زايد هنا التجارة عم يزودوا هو زايد عم يوقف عليهم هاي الصانع ما بعرفش بس يعني ككواليتي إنه بالسوق فيك تلاقي شغلات نيحة بأسعار مقبولة بتخدمك الغلاء الفاحش في سوريا دفع بالحكومة إلى منح موظفيها عطلة في معظم المناطق بسبب أزمة شح المحروقات التي تشهدها البلاد وتأخر وصول توريدات المشتقات النفطية مواد كلها ارتفعت كثير وحرام يعني في عنا مواد مادة مثل هي المادة كانت من أربعة تالاف ارتفعت من أربعة للخمس تالاف يعني شو اللي يغير لترتفع من يوم لليلة ألف هذا الشي كله عبا على المواطن واليوم نحن طوال اللي عنا موظفين أكثر موظفين رواتب محدودة والدخل محدود موجة الغلاء بسوريا دفعت بالتجار إلى رفع أسعار معظم المواد الغذائية وغيرها لمواكبة موجة الغلاء وكل هذا يضيف المزيد من الأعباء على المواطنين توني مزرعاني الحدث في لبنان المجاورة ارتفعت نسب مبيع الليرات والذهب مع فقدان الثقة في المصارف وتخوف اللبنانيين من الأزمة الاقتصادية العالمية خاصة بعد اندلاع الحرب الأوكرانية منذ أربعة أعوام واللبنانيون يبدلون سبل المحافظة على أموالهم بعد أن خسروا مدخروه داخل المصارف وبعد أن ملأت العملات الصعبة خزائن منازلهم قرروا استبدالها اليوم بالعملة المعدنية خاصة ليرات وأنصات الذهب حتى أن الطلب ازداد لدرجة فقدت معه الليرات والأنصات من الأسواق ذهب أكيد لا أنا الذهب بدل أقيمته فيه المصاري عم تطلع أمتها تنزل أمتها لا فيه نشتي لا ذهب ولا مصاري لأن العالم الحرامية نطلعنا على أفرع لا بشتي ذهب لأنه الذهب بدل مثل ما هو جربت شتي ذهب هالفترة صراحة لا ما فيه مصاري ما فيه مصاري إذا معك مصاري خليه مصاري ولا بشتي ذهب مش لاقي لي هولي للشغل إذا معي مصاري بساعد العالم لو غني أنا فقير ما بشتري لذهب ولا شي معدن معروف من ألاف سنين هو الأساسي واليوم العمل الورائي أنت بتعرفي وين ما كان عم تتلخبط كله حلق برمي كل محلات الذهب بتشوفي 95% الاتجاه على الأنصات والليرات لا ينكر رئيس نقابة تجار الذهب والمجوهرات في لبنان أن محال الذهب تأثرت سلبا مع بداية الأزمة الاقتصادية ولكن الأوضاع تغيرت خاصة بعد اندلاع الحرب الأوكرانية حينها تخطى حجم مبيع الأنصات الأربعين أونسة يوميا لدى التجار 2022 أو قبل شوي وصلت الأنصة للألف وستمية وخمسة وعشرين دولار زياد الطلب وحتى السوق المحلي ما عاد يلبي للزبونات والطلبات يعني تصوري اللي بدو يشتركين أونسات أو ليرات يحجز قبل بيومين ثلاثة أربعة خمسة أو يدفع حقهم لبعد أسبوع لا يستلم من هيك كان في ضغط كتير كتير قوي على الذهب اللي لا سياغة ولا على شغل تحولت العملة المعدنية إلى مدخرات أصحاب الرسميل الصغيرة أما كبار المستثمرين فيلجأون إلى السبائك وكلوات الذهب بين العملة الوراقية وليرات الذهب يفضل اللبنانيون ما يضمن عدم خسارتهم مرة أخرى لمدخرات عادوا لجمعها من الصفر غنوية تيم الحداث بيروت وصل الله إلى ختام هذه الساعة أعود وألتقي بكم بعد ساعة من الآن لكم دائما تحياتي وإلى اللقاء لمتابعة المزيد من الأخبار والبرامج والقصص الإنسانية والوثائقيات والتقارير لا تنسوا الاشتراك بقناتنا على يوتيوب الضغط على سر الإعجاب وتفعيل جرس التنبيهات اشتركوا في القناة